بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم أصعب حاجة على أي حد في الدنيا أن يحس أنه ظلم وبيقولون أن ربنا سبحانه وتعالى يسامح في أي حاجة إلا في ظلم العباد وفي جملة كده دايماً تتقال يا بخت من بيت مظلوم ولا بدش ظلم وده من شدة أن الظلم ده شيء صعب جداً وربنا سبحانه وتعالى ما بيغفرهوش أبداً لحد ما تترد الحقوق بصحبها الظلم كذا نوع مش نوع واحد بس يعني مش ظلم العبد لشخص تاني أو ظلم الناس لبعضها فيه برضو أنك تظلم نفسك بأنك تشرك ولا عزو بالله بالله وده طبعاً يمكن مش موجود عندنا أو أنك مثلاً تيجي على نفسك قوي وتنسى حق ربنا عليك وتبقى شايف أن أنت بتعمل حاجات كتير قوي صح وانت من جواك في قناعة أن أنت بتغلط وبتغضب ربنا سبحانه وتعالى وبتجري وراء شهواتك وبتعمل حاجات كتير قوي عارف أنها بتغضب ربنا بس فيه بعض الناس تعمل نفسها مش وغدة بالها ونسية وتقول يعني طب بكرة هتوب طب بكرة هصلي طب بكرة هصوم طب بكرة هقرأ قرآن طب لما يجي بكرة يبقى حلها ربنا ومع العلم أن بكرة ده ممكن ما يجيش عليك وممكن في لحظة تبقى مش موجود في الدنيا وتقابل ربنا وانت فعلاً ظلامت نفسك بأنك ممشتش في سكة ربنا وجريت وراء شهواتك يمكن الظلمة موضوع كبير قوي كمان أنك تاكل حق يتيم أو أنك تاكل حق حد من قريبك أو أنك تشهد شهادة زور يعني أشكال الظلم مختلفة وكتير جداً في حياتنا لو تكلمنا عنها بيتالي هتحتاج حلقات كتير وهلاقي ناس كتير ومكالمات كتير جداً جايلنا قد إيه هي ممكن تكون اتظلمت في حياتها خلونا نتكلم النهاردة عن الظلمة مع فضلت الشيخ أحمد تورك وأكيد برحبت صلاة حضراتكم وأسئلتكم